اشتركوا في القناة بكافة هذه المؤسسات والشعارات الجميلة والمميزة في عالم سباقات الهجن فتهانين والناموس للذين خطفوا الرموز في هذه الأمسية أمسية الثناية بشعارات أصحاب السمو والشيوخ بهذه الأسماء التي قد صالت وجالت في عالم سباقات الهجن مباشرة أسير إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى مع المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار حيث بدأ التقدم في هذا المسار من شهب لهجن الرئاسة يتقدم سعيد بن مضفر بن محمد العامري يتقدم رعي صوق في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة بينما المركز الثاني الوصول والتقدم في هذا المسار الواصلة هناك أيضا الشاذلية لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة لهذا الشعار الشعار الأدعم شعار الشحانية القادي من ميدان التحدي بينما المركز الثالث الوصول من الدوحة لهجن الشحانية فراب بن محمد بن قريع المري يأتي هنا متابعا لهذا الانطلاق المركز الرابع ولكن هناك بدأ التسلل في هذه اللحظات بدأ التسلل من خلال الشعار هذه اليمشاء لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد المحيان محمد بن عبدالله بن يعد الحميري يتقدم بالشعار التراث على المركز الثالث المركز الرابع قلنا شعار هجن الرياس ما عنده بمظفر بينما المركز الخامس على الوصول والتقدم مشاهدين متابعين الكرام بلق الشاهينية لهجن العاصف الله يا غياث الذي هنا تواجد في هذا المساء في هذه الأمسية ودائما متواجد هذا الشعار وسوف يتواجد فالأيام القادمة هنا مع الأصائل بينما هنا الوصول والتقدم مشاهدين متابعين الكرام يا سلوم يا سلام مرحبا بنوف مرحبا بشعارها مرحبا بهذه الموسسة الموسسة العملاق الداعمة دائما لسباقات الهجن العربية تراصيل شعار هجن الرياس يا سلام الذي يقدم للانطلاق تنوف وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق في عملية التدريب والتضمير بينما المركز السادس الغدوم من شعار هجن الرياس مع المضمن محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز السابع الوصول والتقدم في هذا المساء البحيري لهجن الرياس سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز التاسع الواصل فرق لهجن الرياس مرحبا يا ابو عبد الله مرحبا يا ابو عبد الله صالح بن سعيد بن علي المرية كان وصيفا للرمز في هذا المساء الجميل هنا وفي هذا التحدي بينما المركز العاشر القادم هفراح القادم هفراح في هذا المساء لسمو الشيخ مكتوب من محمد بن راشد المكتوب طارش من مبارك بالقوبع هنا مضمر الشرق الوسط يتقدم هنا في عملية التدريب والتضمير هكذا النتيجة مشاهدين متابعين الكرام هكذا النتيجة لهذه الأسماء مع الفطاح للمضمرين الثمانية كيلو مترات في هذه الأمسية الجميلة هنا أمسية تراثية أمسية رمضانية نعود إلى البداية والبداية هوين الصدار هوين شعال هيقن الرئاسة شعال هيقن الرئاسة من يتقدم على البداية هلولة هذه اللي سمها من ثلاث حروف اللي هي نوف نوف لهيقن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم بمحمد يتقدم العملاق في عملية التدريب والتضمير هنا هناك أيضا والمتابعة لهذا الشعار المركز الثاني مرحبا بالعاصفة وشعارها مرحبا بالعاصفة ومشجعيها متابعيها من غلب الحدث في ميدانها هناك الشاهنية لهيقن العاصفة قياث الهلالي من يتابعها في عملية التدريب والتضمير بينما هنا الوصول والتقدم من شواهين لهيقن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم بسعيد بينما المركز الثالث على الوصول والتقدم من فرق لهيقن الرئاسة صالح بن سعيد بن علج المرية رياسية مع المركز الأول والثاني والثالث لهيقن الرئاسة المركز الرابع قلنا شعار لهيقن العاصفة المركز الخامس وصول من اليمشى لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد للهيان وهناك أيضا محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري العملاق بدأ يتقدم العملاق بدأ يتقدم واش لكن الشعار لدعم الله ياهو غدوم ياهو سيل جارف ياهي اسماء قادمة ياهي شعارات قادمة المشجعين لها موسسة المشجعين والمتابعين والمراقبين يتابعون هذه الموسسات يتابعون هذه الهيقن العالم الساحر في سباقات الهيقن الوصول والتقدم من بلش 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 والله اللي يبلشتكم بلش هنا القادمة لشعار هيقن الشحانية محمد بن خالد العطية الحوت الحوت في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة ولكن الوصول والتقدم من شعار هيقن الرئاسة شعار هيقن العاصفة قادم مع الشاهينية في هذه اللحظات وعينها على الصدار عينها على المقدمة هنا في هذا المسال القميل ولكن بمظفر وصل العصوق يتقدم في هذه اللحظات المنصة وين ما بينت بعدها ما بينت المنصة ولكن وين وين البداية وين الصدار هنا عند بن زيتون عند بن زيتون عند المجازف المجازف بشعار هيقن الرئاسة الذي يقدم لنا انطلاقة شواهين شواهين القادمة هناك ايضا مهدية لهيقن الرئاسة مرحبا بمهدية وماضي مهدية وشعار مهدية ومشجع مهدية ومضمري ايضا هذه مهدية لهيقن الرئاسة يغودها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هناك ايضا عندما اختطفت الرمز هنا هناك ايضا عزائي المشاهدين في هذا المساء الجميل هنا في الايام وفي السنوات وفي المواسم الماضية هناك ايضا المركز الثالث بينما المركز الثالث الوصول والتقدم من فرق لهيقن الرئاسة صالح بن سعيد بالعليج المري على المركز الثالث المركز الرابع من اللي تسلل من اللي تسلل من اللي قادم شعالهيقن الشحانية والشعالهيقن العاصفة هنا في موقع واحد في مسار واحد ياهو تحدي ياهي ثار ياهي تنافس هناك ايضا في هذا المساء هنا في هذا الميدان ميدان المرموم المنصة بانت يا مضمرين غد عذر من انذر المنصة بانت المنصة بانت والمسافة كافية المسافة كافية والثمانية كافية للتخطيط والتركيز في هذا المسافة ولا شراح راح المجازف راح راح المجازف راح وليس بغريب عندما يبعد المجازف الفميتين الكيلو والميتين الكيلو والميتين العملاق يبغى عملاق دايما هنا في كافة انطلاقات الذي يقدم لنا مهدي المركز الثالث الوصول الكيلومة الأخير هجن العاصفة مع الشاهينية مع الشاهينية هنا في هذا المسار غياث الهلالي يتابعها في عملية التدريب والتضمير ولكن الوصول والتقدم هناك أيضا من هناك الهد لهجن الشحانية عند بن عقيل ولكن البداية هلولة يوسلوم ولعت مع الخمسمية متى الأخير ما بين العملاق المجازف الابرنس غياث في موقع واحد في مسار واحد ولكن ما بين العملاق والمجازف العملاق والمجازف شاهين ولا مهدي أمهدي ولا شواهين والله اللي ما شافت الهدو هنا يوسلوم يا سلام عادت شواهين عادت شواهين أمهدي أمهدي صاحبة الانجازات لهجن الرئاسة لهجن الرئاسة مع العملاق مع العملاق بمحمد سلطان بن محمد بن سالم أهل وهيبي سلوم رئاسي سلام سلام لهجن الرئاسة سلام سلام لمشجعيها متابعي هجن الرئاسة محبي هجن الرئاسة هنا على هذا الفوز وعلى هذا التلق دهانين لهجن الرئاسة المركز الثاني شواهين لهجن الرئاسة المركز الثالث القادم الهد لهجن الشحانية رابعا شواه شاهينية لهجن العاصفة خامسا الوصول من مزون لهجن الرئاسة أعود إلى التوقيت الزمني مع مهدية لهيقن الرياسة هناك يضمرها سلطان بن محمد بن سالم أهل وهيبي 12 دقيقة 14 ثانية قزين من الثانية بينما المركز الثاني وصول من شعاره هيقن الرياسة مع المضمن المجاز محمد بن عتيق بن زيتون أهل مهيلي 12 دقيقة 14 ثانية خمسة قزين من الثانية بينما المركز الثالث لحظات الوصول العبوري لخط النهاية هنا أيضا بتوقيت الزمني مقدار المشاهدين هناك أيضا عزيز المشاهدين هذه أيضا 12 دقيقة 18 ثانية بالوفاية والتمامي والكمال فتهانينا أيضا لكافة الفايزي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر